الخبر الاول اللي عادنا عن فضيحة بيسان وشنو حقيقة هذا الستوري الغريب فبهذا الستوري يظهر فيه بيسان قاعدة وبجانبها مشروب نوعا ما مشكوك بامرة فبيسان نزلت على حسابها بالانستغرام شوية ستوريات كانت فيها بيسان بحفلة او بسهرة ومن ضمن الستوريات اللي نزلتها كانت هذا الستوري لسبب الجدل واللي هو وجود بيسان وبجانبها مشروب مشكوك بامرة فهوية من المتابعين اعتقدوا انه هذا المشروب ممكن يكون كحول او شي معين ولكن الصراحة بوجهة نظري اشوف انه الموضوع غلط اول شي مستحيل بيسان تنزله شي شي على حسابها بالانستغرام وبالنسبة للسبب الثاني اتوقع انه هذا المشروب هو نفسه هذا المشروب اللي هو الريد بول ولكن اختلاف الالوان ممكن للاضاءات مو اكثر بالنسبة للسبب الثالث واللي هو اول شي بيسان اللي قاعدة شخص بجانبها يعني مو هي اللي ما اخذه هذا المشروب اما هو شخص بجانبها يعني فممكن تكون هي ما تعرفة من الاساس فصراحة انه انا ما شايف انه موضوع فضيحة فاكتبونا بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر الخبر الثاني اللي عدنا عن نورستار والتهجم اللي اتعرضت له من المتابعين لسبب اخر اغنية فاغلب اللي سمعوا الاغنية حسنوا ان الاغنية نوعا ما غريبة ولكن اكون اسحبها وهذه الغرابة واللي هواني منهم ولكن بعض الاشخاص صاروا يتهجمون بالكومنتات قرروا نشوفون تعاليقهم طبعا سويت التصويت بالمنتدة هل عجبتكم الاغنية او لا والاغلب صوت عادية بالنسبة لحابنين ان الصوتون روحوا على المنتدة والصوتوا اعذبتكم لا وبس تكتبونا بالكومنتات رأيكم بالاغنية الخبر الثالث اللي عدنا عن اسو اختها مريم وبعد من صابت بالكورونا هي امها فهو من الاشخاص دي سألون شلو اللي صاروا اياهم فمريم نزلت على حسابها بالانستجرام هذا البوست اللي اطمن بي متابعينها عليها واللي كان مكتوب بي حبايب قلبي حبيت اطمنكم شوية حسنة حالتيان وامي كله فضل رب العالمين وفضل دعاكم حاليا احنا بالمستشفى بس حبيت اشكر الكل على الدعاهم بالف الحمدلاء على السلامة وانشاء الله دقومين باسرع وقت الخبر الرابع اللي عدنا عن مرسال واخيرا الرد المنتظر على بيسان اسماعيل فبعد ما نزلت ديستراك اختي واللي هو ديس على محمد اجواني ومرسال مرسال نزل على حسابة بالانستجرام شوية ستوريات يقول بيها انه حاليا هو مشغول وما عنده وقت للرد على بيسان اسماعيل ولكن الرد حينزل قريبا راحطوكم ستوريات على ما تفتهمون اكثر عبتلي مرسال شو ردك شو شو ردك على الحكي اللي عم يصير شو ردك على البيت الطفلة عقود شو ردك عليها حاول انه هلأ ما نفاضي بس افضل بنحكي وقتا الخبر الخامس اللي عدنا عن زر الاشتراك فهواي من الاشخاص دي ينسون هذا الشي فحبيت اذكركم خاصا لنسبة الاشتراك ثلاثة سعمية مية مو مشتركين بالقناة فيب اشتركوا بالقناة وبس والله الهنا وصلنا لنهاية المقطعات من المقطع جاوكم لتنسوا تحطون لايك وتشتركوا بالقناة شانا يوكم فايزة زين من قناة مملكة القصص مع السلامة